وبالعودة إلى لقاء سفير الأمريكي مع مجرم الحرب حفتر ينضم إليه عبر الهاتف المحلل السياسي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمود إسماعيل دكتور محمود رحب بك أهلا وسهلا بكم وبيدعاتكم وقراض المستمعين وبرجال الليجان وبسافة المستمعين بالشأن الليبي نعم دكتور محمود حراك سياسي وقصف متواصل وإعادة للملف الليبي إلى الواجهة السؤال ما الذي يمكن أن تحمله اجتماعات الإمارات بين حفتر وسفير الولايات المتحدة يعني يقول أنه من ناحية اختيار البوعد يبدو أن الولايات المتحدة قد التفتت من الناحية التعلية من أجل العمل على إزالة البيادة والتطرف بمفردها من ناحية الولايات المتحدة حيث اختير المكان وتم استبعاء حفتر إلى ذلك المكان للاجتماع بالسفير الأمريكي ومع أن أبو ظبي تفع جاهدة من أجل أن يكون هناك لهذا المجرم مكانا إلا أن الأيام قد أنه قد غبرت عليه وأنه لا يمكن بأي طريقة كانت أن يكون موجودا ومن المهم جدا العمل على توضيح النقاط التالية بداية لا يجب التعويل على ما يتعلق ما يقوله الغربة وأنهم هم الذين يقررون نيابة عن الليبيين عن الشعب الليبي أو عن الصلوبات الليبية مهما كان شكلها وكيفها ورتفها من الناحية الثانية علينا أن نفع جاهدين إلى أن يكون هناك فعلا وقعيا تعامل بالشعل الواقع الخارجي والذين يجدموا بأن الضعف هو أساسه ومن شاوه فيما يتعلق بالدولة الليبية إلى هذه اللحظة من الناحية الثالثة الأمل على علاج ما يتعلق بالشؤون الخارجية خاصة في أروفة الأمم المتحدة وأيضا في الدول خاصة الألمانيا وأيضا في غيرها من الدول والتي نرى أن هناك حقيقة نوع من التعامل العكسي فيما يتعلق بهذا المشهد حيث نجد أن المجلس الرئاسي وبداية من السراج يصدر كما القرار 50 عشر والذي يوضح بشكل جلي أنه لا يوجد نية إلى الاهتنام فيما يتعلق بالشأن الخارجي إلا بمزيد من الأرباك والعمل على المخالفات القانونية والعمل على تمكين ممن ينتمون للنظام السابق والعلم على خلق نوع من المخالفات ابتداء من هذا القرار والذي قام بتعيين فيه مجموعة من السفراء وهؤلاء السفراء جميعا لا تنطبق عليهم وبدون استثمار لا تنطبق عليهم أي إجراءات أو طلع إجراءات قانونية ولا يوجد أي شفافية في عملية الاختيار ولا في الشروط القانونية ولا مخالفة أيضا للقوانين الصادرة حتى فيها بالقدافة وقوانين الجنسية حيث أن بعضهم يحمل الجنسيات المختلفة وهذا لا يجود من الناحية القانونية في تولي هذه الوظيفة على أن بعض والديهم أيضا مصريين مصريات وغيرها وهناك إشكاليات أيضا نعم دكتور محمود نعم نعم دكتور محمود في رأيك يعني هل هناك رسالة تم إيصالها لحفتر وهل هناك تحول بالموقف الأمريكي تجاه الملف الليبي بكل تأكيد لا شك أنه تم استدعاهه من أجل الاستماع إلى رسالة وبشكل الواضح وهو يدرك الجميع بأن هناك أمريكيين التقيا وهو الأمريكي لحفتر الذي كان يقوم بمهمة لصالح الديمارة العربية ومن الناحية القانونية إذا قامت حكومة الوضاق الوطني باستخاذ الإجراءات في إسقاط الجنسية أليس يخصى لقانون عقوبات خاصة بالولايات المتحدة بشأن الحرب الولايات المتحدة قد سائمت بإمكانية أن يكون هناك وعود بإمكانية أن ينجح أفطر رغم أنها قد جاملت الإمارة العربية والسعودية ومطر ولكن هذا غد وأنه قد انتهى فالوجيع أصبح كبير وكبير جدا ويدركون بأنه قد فشل في الأولى ولم ينجح بالتالي وأن نظريات قد خسرت وأن ترهون قاب قوسيني أو أدنى وأنه لا يمكن أن ينجح وأن بعض الطائرات الذي يفضر ما هو إلا أدير الإمارات في محاولة قدر الإمكان لتغضية حزائمها المتقررة في اليمن وفي غيرها ومليبيا بذلك من بعيد ثم من المهم جدا إدراك أن العملية الفعلية علينا أن ندرك من الولايات المتحدة قد وضحت أن حفتر لا يمكن إلا أن يكون عمل سياسي لا يمكن أن يكون باكباره أسكري لا يمكن أن يكون سياسي لأنه يحمل زنسية انسانية سيكون ممنوعا من اتخاذ أي إجراء إذن عليه أن يرحل وعليه أن يقدم نفتحه للعدالة والنزول مهلا قال الزمن سيطبقونه وراء القطبان أو يتناول فيما يتعلق بالجزاء الراجع وفقا للقوانين الصادرة بالخطوص نعم دكتور محمود في سياق آخر ما صير التفاهمات الفرنسية الإيطالية بخصوص الشأن الليبي وكيف يمكن فهم تحركات ألمانيا بشأن ليبيا مع أن الفرنسيين كانوا خريصين على إمكانية تستمر أيضا اليد الغليظة فيما يتعلق بالتعاون بوجهين خاصة أنهم تعاملوا مع حكومة الوثاق النهارة ويتعاملون مع حفتر ليلا ويدعمونه بشكل طوي ويعلنون بشكل رسمي في خارجيتهم وفي غيرها بأنهم مؤمنون بالاتفاق السياسي ويعملون مع السلطات الرجلية هذه حقيقة نوع من النفاق السياسي الذي يتبع وهو أمر خطير وخطير جدا خاصة أننا نتكلم على أن الخارجية الجزائية الفرنسية يقود رجل دو عقلية أسكرية وهو نودريان وكان وزيرا للدفاع سابقا في أيام الثابقة ومن المهم جدا الإشاءة إلى أن هذه الدول باحثة عن طريحها ربما حاولت قدر الإمكان بضغط الإيطاليين بعد التغيرات السياسية التي حصلت في إيطاليا من أجل العمل على أن لا يكون هناك مناتفات خاصة وأنه إليهما تدرك أن الملك ربما سخب منهما وربما يسلم إلى ألمانيا وهي أكثر وقربا في إدارة الملك الليبي لعدة زوايا لذا أنها ليس لها مطالح مباشرة ثم ثالثا أنها ربما تكون مقبولة من جميع الأطراف ثم ثالثا أيضا أن لديها أيضا آلية لعمالية العلاج خاصة وأنها المكتوي الأكبر يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتي تنفلق جزئيا من الأراضي الليبية والتي بعد أن تكتوت بها الأراضي الليبية وربما يصلون أيضا ورغبا كالوصول إلى ألمانيا والألماني يريدون حلا ويدركون أن الحل يأتي من خلال حل سياسي يفرض وخاصة يدركون أيضا حقيقة الموقف وأن بلادهم أكثر مكتوية أصلا في الزمن الماضي بألية الحرب وهي أقرب إلى النظرات الإيطالية منها إلى النظرات الأخرى ويدركون الجميع بأنه إذا ابتعدت اليد الفرنسية والإمارات يجب أن تبعد عن الملك ويجب أن لا يسمع بحضورها لأي اجتماعات ويجب أن لا يكون ذلك إلا كذلك وعلى المجلس الرياضي أن يدرك أنه إذا أي بأي تنازل سيكون التنازل وما لا يملك لمن لا يستحق لأن رجال الميداني هم من يقررون السياسة وعليه أيضا أن قرارات العرجاء يجب أن تلغوا أن الليبيون مقبلون غير مدبرين وأنهم سينجحون وسينططرون طال الزمن أم قصر نعم دكتور إسماعيل في رأيك إلى أي مدى يمكن التعويل على التحول بشأن القضية الليبية وفي كل هذا ليبيا إلى أين محليا ودوليا؟ بكل تأكيد لا شك أنه المهم جدا طرح الأمور أولا بداية يجب أن يشكل فريق واقعي مبسرة ينتبه إلى الدولة الليبية وشكلا ومضمونا ويجب أيضا أن يكون قريبا من الميدان الفعلي السياسي والأمني حتى يحاول قدر إلي كان أن يبدأ العمل مع الألمان حاليا لأن المجتمع الدولي يريد أن يكون هناك حلا سياتيا لكن هذا الحل السياسي يجب أن يقوم به الليبيون ويجب أن يكون هناك بداية لحل سياسي مبني على مبادئ بداية هذه المبادئ يجب أن لا يكون مكان للعدوان والمعتدين ولا لحقصر ولا لعسابته ولا لغير الديمقراطية منه يجب أن يكون هناك توجه من المجتمع الليبي ورسالة واضعة في أن ليبيا مقبلة على بناء أشاف أمني قوي ومثيل وقادر على صد العدوان أو العدوان وأيضا على التصدي لما يتعلق بالجماعات الإرهابية الموجودة أو الذئاب المنفردة يجب أن تكون هناك أيضا آلية لتوضيع المشهد الليبي خاصة ونحن نتكلم أن حقصر أيضا حاجم كل المدن وهاجم المطارات دمر البنية التحتية وحاول أن يكون عرابا لداعش قبل وصولها إلى ثلث وهو الآن يقوم بقصف ثلث من أجل دخول الدواعش والذئاب المنفردة إذن هو الدواعش وجهان لعملة واحدة ويجب أن يقع على ذلك للآلم عمليا نعم هو سياسيا ويجب أن يكونه لدينا السفراء لدى الألمان بشكل عاجل وسريع ينتمون إلى الثورة لا ينتمون لغيرها من الأفكار لأن الماضي في التهاوى نعم نعم دكتور محمود صناعته بصميعة ثورة لا بصميعة الماضي ولا بصميعة القدام نعم الدكتور محمود إسماعيل الباحث ولا كاديمي في شؤون سياسية كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك